قالت وزارة الدفاع الروسية أن قوتها أسقطت طائرة مصيرة أوكرانية وتحطمت الطائرة في قاعدة إنجلز الجوية العسكرية الروسية حيث قتل ثلاثة من الأفراد لم ترد أوكرانيا ولم ترد أوكرانيا على الحدث وقال نائب وزير الخارجي الروسي ميخايل جالوزين أن روسيا زودت بيلاروسيا بأنظمة دفاع جوي وصواريخ لزيادة فاعلية الدفاع الجوي المشترك أما في أوكرانيا يستمر نقص الطاقة حيث يواجه ما يقرب من تسعة ملايين شخص مشكلة نقص الكهرباء وحتى الرئيس فلادومير زلانسكي عمل الطاقة على إصلاح شبكة الكهرباء لكن المشغلين قالوا أن الأمر يستغرق بعض الوقت لعادة تشغيل منشأة الطاقة الرئيسية